السلام عليكم أهلا بكم أصدقائي الصغار كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك النهاردة هنعمل تجربة ممتعة هنتعلم من خلالها معنى الصوم جنة حضروا أدواتكم ويلا بينا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة يا ترى يعني ايه معنى كلمة جنة يلا نعمل تجربة مع بعض وهنعرف مع بعض معناها هنحتاج مكعبات سكر وألوان طعام ومعلقة صغيرة ونص كوب ماء وطبق كبير يلا يا أصدقائي أول حاجة هنحط قطارات من ألوان الطعام ونقلبها كويس اللون الأحمر بيمثل السيئات أو أصدقاء السوق أو أي حاجة ممكن تخلينا نتصرف بشكل خاطئ ونغضب ربنا يلا مع بعض هنسكب الماء بهدوء في الطبق في الخطوة دي هيكون جنبنا مكعبات السكر ويلا بينا نحط واحد ومكعب كمان تاني فوقه شايفين إيه اللي بيحصل مكعبات السكر بتدوب بسرعة وبتقع كلها في اللون الأحمر ده بالزبط اللي بيحصل لما تكون طفل ملتزم ومهذب بس بتصاحب أصدقاء سيئين غصبا عنك هتلاقي نفسك للأسف بتعمل أفعال خاطئة علشان كده دايما نحوط نفسنا بالأصدقاء الصالحين ونبعد عن أي مكان أو أي شخص يغضب ربنا سبحانه وتعالى طب يلا نكرر التجربة تاني بس المرة دي هنحط عازل بمكعبات السكر هيكون العازل دوت أوراق الألمونيوم أو كي صغير تعالوا نشوف إيه اللي هيحصل مكعبات السكر صمدت بس مش وقت كتير قليل جدا هتقع بعدها وللأسف المكعبات هتدوب في اللون الأحمر ده بالضبط زيه لما تكون بتعمل أعمال صالحة بس قليلة مش كافية لما تكون نفسك دايما بتشجعك على فعل السيئات مثلا إنك تتكاسل عن الصلاة أو حفظ القرآن طب نعمل إيه؟ تعالوا نجرب كده مع بعض وهنضع مكعبات خشبية صغيرة ونضع بعدها المكعبات السكر يا طرق إيه اللي بيحصل يا أصدقائي؟ هي هتظل سابتة؟ نعم لأن دي حطينا عازل قوي جدا منع وصول المية لمكعبات السكر وما خلهاش تدوب ولا تقع المكعبات الخشب دي كانت عازل قوي جدا بالضبط زي الصوم النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الصوم وجنة والجنة هي الحاجز أو العاصم اللي بتمنعك من وقوعك في الأعمال السيئة الصوم بيمنعك من سوء الخلق لأنك وإنت صائم النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا يذاكي أحد تقول اللهم إني صائم الصوم يا أطفالي هو بمثابة حصن حصين بيحميك ويطهر قلبك ويخليك إنسان قوي وقادر تتحكم في نفسك وقادر تتعامل مع غضبك شفتوا إزاي صوموا مهم جدا جدا لينا يا تارى مين هيصوم السنة دي قلولي اسمكم وسنكم ونويين تصوموا في رمضان ولا لسه بتتدربوا على الصيام أشوفكم في أنشطة تانية يا أصدقائي إلى اللقاء